الشريعة المطهرة جاءت بإعطاء كل ذي حق حقه وقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات فقال إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ومن أعظم الحقوق بين الخلق حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل أما حق المرأة على الرجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وأما حق المرأة وأما حق الرجل على المرأة فذاك في أحاديث عديدة ونصوص كثيرة تدل على عظم حق الرجل على امرأته وقد جاء في النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعظم أن من أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها ثم قالت ومن أعظم الناس حقا على الرجل قال أمه قال أمه وهذا يبين مرتبة حق الرجل على امرأته وهذا لا تنقص فيه للمرأة بل هو بيان للحق الذي فرضه الله تعالى على المرأة للرجل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة